في مبادرة حلوة قوي اسمها أخلاقنا الحلوة أخلاقنا الحلوة دي بتيجي منين؟ تبدأ منين؟ كلمة كبيرة قوي يعني تكلم على الأخلاق كلمة كبيرة لكن تبدأ منين من البيت؟ تربية من الأم والأب والجد والجار والناس اللي في الشارع وأي حد أنت متربي معاه فالتربية لما بتبدأ ونبدأ أن ربي نقول كلام حلو وناخد بالنا أن حد عنده عيب بس ما نقدرش نفضل طول الوقت نتكلم على العيب ده ونقلبه إما تريأة أو تنمر زي الكلمة اللي بدأنا نستخدمها من سنوات أيا كانت هي إيه؟ بتدخلنا في مشاكل كتير جدا المشكلة فين؟ موجودة فين؟ موجودة الولاد بيشوفوها في المدارس ولاد اللي في سن صغير والولاد دول إيه السبب أن هما يبقوا كده يبقى فيه حد بالتريع على حد كتير قوي ويبقى فيه ولاد كتير فينضموا لقطيع كده يتريعه على بعض وحد هو اللي بدأ ما شافش ما دخلش فصل التربية بتاع البيت سقط فصل التربية في البيت ودي أكبر المشاكل طب نعمل إيه؟ تعالوا كده نفكر مع بعض بصوت عالي سواء في المدارس أو حتى في المؤسسات أو في الشركات أو حتى في الشارع أو حتى على السوشيال ميديا كله عنده نفس المشكلة لكن الأكتر هي لما بتبقى في السن الصغية دكتور هشام أحمد رامي أستاذ الطب النفسي كله طب جامعة عن شمس وهو ضيفي الآن في التسعة مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا فندم أنا حطيت قدامك مجموعة من الحاجات الظاهرة دي أو الطريقة أنا ما حيبش تكبر الأشياء قوي ولكن هي موجودة دا إينا نلمسها بشكل كدير لا حي الحقيقة موجودة في المدارس موجودة في النوادي موجودة في الفضاء الإلكتروني دلوقتي موجودة في جميع المراحل العمرية هتستعجب يا فندم إن فيه تنمر عن المسنين فيه تنمر على كبار السن فيه تنمر على السيدات فيه تنمر على الرجال فيها ظاهرة عامنا على الفنانين طبعا على أشخاص المشهورين أو بالذات كبار السن دا حقيقة فهي ظاهرة أصبحت بتطول جميع أفراد المجتمع لكن طبعا أكتر خطر لها هو الطفولة لأن فترة الطفولة والمراحقة هي الفترة اللي بيتكون فيها شخصية البناء آدم وأخلاقه وقيمه ودوافعه اللي هي ايه بتحركوا بعد كده فالطفل أو المراحق اللي بيتعرض للتنمر في هذه السن بتبقى حاجة فعلا أخطر حتى من عدم التعليم حاجة تخيلها الأمنية صعبة دي التنمر أوخش